ملخص ملخص عشان نراجع كل اللي احنا اخذنا في chapter 5 ما اخذنا الا درس واحد فالملخص بسيط وسهل ان شاء الله اول شي تعلمنا حاجتين التكامل بالنسبة لمحور x والتكامل بالنسبة لمحور y طبعا كل الهدف اللي هو حساب الarea between two curves انو انا يكون عندي two curves منحنيين وابغى احسب المساحة المحصورة بينهم لما يكون التكامل بالنسبة المحور x في حاجتين اول شي الدوال لازم تكون بدلالة x هذا شي الشي ثاني حدود التكامل خلاص ناخذها من محور x اوكي يعني انا عندي التكامل لحدود الحدود هذه تأخذ من محور x ورح اطرح دالتين اوكي كلهم لازم يكونون بدلالة x يعني يكون x تربيع مثلا x-2 المهم تكون في دلالة x ونكامل بالنسبة للx طيب القانون ايش يقول الarea between two curves نرمز لها بكابتل a وهي عبارة عن تكامل من a الى b وزي ما قلنا a و b ناخذها من محور ال x طيب a و b وبعدين ال fx تمثل ال upper upper يعني الدالة لفوق وال g تمثل ال lower اللي هي الدالة اللي تحت طيب فمثلا هذي gx او خلونا نقول fx ال upper وهذي هي ال lower خلاص اللي هي خلنقول gx فدائما ال upper اللي هي fx ناقص ال lower بعدين كامل ونعوض بحدود التكامل في سؤال دائما البنات يسألوني عنها اللي هو متى نفصل التكامل مرت علينا بعض الامثلة اضطرينا اننا نفصل التكامل نفصل التكامل عندما تتغير ال upper function يعني شوفوا هنا لو عندكم هذه المساحة كلها اللي بال pink لاحظوا ال upper function هنا كانت ال upper function الى هذي المنطقة هي اللون ال pink بعدين المنطقة الثانية تغيرت صارت اللي باللون الازرق فهنا احنا مضطرين اننا نفصل التكامل ليه لان ال upper function تغيرت فبيكون هنا التكامل مثل ما تشايفين هو يبدأ من الصفر الين الاثنين وتكامل بالنسبة ال x فنفصله احنا نقول من صفر الين واحد خلاص مين ال upper هنا اللي هي اثنين ناقص x تربيع طيب بعدين نقول ناقص نجي نحدد اللور اللور هنا مين اللي هي تحت اللي باللون الازرق اللي هي x تربيع طيب بعد كده تغيرت الدالة يعني انا اللي بكمل الى الاثنين عندي صارت ال upper هي x تربيع تغير فاذا نقول زائد يلا عيد التكامل بس نغير ال upper وال lower نقول من هنا من صفر الى واحد هنا من واحد الى اثنين طيب وبعدين مين ال upper عندنا x تربيع ناقص مين اللور اللي هي ال pink اثنين ناقص x تربيع ولا تنسون ان السالب يتوزع عليهم كثير بنات ينسون هالنقطة هذه اوكي بدنا نقول dx ويلغت من كامل لكن هنا لاحظوا لا نحتاج الى فصل تكامل له لان المساحة من بدايتها الى نهايتها ال upper function هي نفسها ما تغيرت فما يحتاج ان يافصل التكامل طيب في مر علينا بعض الامثلة تطلب منكم حساب نقاط التقاطع مو دائما انتم تحسبون ال intersection point لا لا لان احيانا وحتى شفت كثير في نماذج اختبارات سابقة يبينون لكم نقاط التقاطع في الرسم فانتم مو محتاجين تطلعونها انتم فقط اذا طلب منكم تجدون ال intersection point كيف تحسبونها تساوون الدلتين ببعض وتحلون المعادلة بالنسبة للx يعني مثلا لو انا هنا اوكي في هذا المثال عندي دلتين اساويهم ببعض لازم كل واحدة تصير مكتوبة طرفها الايسر y الحالة خلاص بما ان طرفهم الايسر متساوي اذا هذول الدلتين اقدر اساويهم ببعض x تربيع ناقص 9 تساوي ثلاثة ناقص x نساويهم ببعض بعدين نحل هذه المعادلة بالنسبة للx وبعدين بعد كذا نوجد قيم الx وتصير هي النقطة اللي حصل عندها تقاطع نقطة في الx بتطعلكم هذه حلها سالب 4 و 3 اللي هي النقاط في الx اللي تقاطعت عندها المنحنية طيب نجي الان الى التكامل بالنسبة المحور y طبعا يفرق عن التكامل بالنسبة الx اولا دوال لازم تكون بدلالة ال y لاحظوا f y f x كلهم gy f y ثانيا حدود التكامل ناخذها من محور ال y يعني حدود التكامل اللي نحطها في هنا فاق وتحت ناخذها من وين ناخذها من محور ال y طيب ودائما ما نقول الدالة اللي فاق وتحت نقول الدالة ال يمين والدالة ال يسار يعني تصير هنا يمين الدالة اللي باليمين ناقص الدالة اللي بال يسار اوكي ونكامل يعني هنا مثلا لاحظوا مين الدالة اللي باليمين اللي هي هذه الدالة فالتكامل من سالب واحد الين واحد للدالة اللي باليمين اثنين ناقص y تربيع ناقص الدالة اللي باليسار اللي هي y تربيع وكامل ترجمة نانسي قنقر